لو كنت ترغب بالدراسة في بلد ناطق باللغة الإنجليزية عليك أنك تثبت قدراتك على الفهم والتواصل باللغة الإنجليزية قبل البدء بدراستك واليوم بهذا الفيديو بدي استعرض معك معلومات هاماً اختبار الآيلس باللغة الإنجليزية وكل شيء ممكن تحتاج اللي معرفته عن هذا الامتحان أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس لارن انجليش افري دي بقدم لكم يا أنا حسين الشيك حسن العديد من المؤسسات التعليمية تطلب منك إثبات وجود مستوى معين من الكفاءة باللغة الإنجليزية واختبار الآيلس هو طريقة لإظهار قدراتك اللغوية وهذا الاختبار معترف فيه عالمياً كاختبار لقياس مدى أتقان اللغة الإنجليزية عن طريق اختبار جميع مهارات اللغة الأربعة وتقييم قدراتك التواصلية شو معلات الآيلس ولا شو بترمز هاي العبارة؟ هي International English Language Testing System امتحان دولي موحد للغة الإنجليزية مصمم خصيصا للناس اللي بيرغبوا بالدراسة أو العمل أو العيش في مكان أو بيئة بتتكلم اللغة الإنجليزية تأسس الاختبار عام 1989 وصار هو الامتحان الأشهر بالعالم وإذا كان معك آيلس معناها أنت مستوكت كتير متقدم باللغة الإنجليزية وبتحكي لغة بطلاقة الآن في حوالي أكتر من ألف موقع لتمر الاختبار حول العالم بأكتر من 140 دولة بالعام الواحد أكتر من 2 مليون شخص بيتقدموا لهذا الامتحان وفي أكتر من 9000 منظمة بتقبل الامتحان كدليل على امتلاكك اللغة الإنجليزية بما فيهن المهارات الأربعة طبعا إدارة آيلس مملوكة بشكل مشترك من قبل المجلس الثقافة لبريطانيا ومعهد كامبريج لتقييم اللغة وإي تي بي للتعليم باستراليا شو هنه أنواع آيلس أو امتحان آيلس حاليا في ثلاث أنواع للامتحان آيلس في عنا الأكاديمي التدريب العام والمهارات الحيائتية وكل نوع بيختلف عن الثاني من خلال المحتوى ولكن جميعهم بيشملوا فئات والمجالات المستهدفة اللي بتحتاجها لو بدك تهاجر خلينا نبدأ بأول واحد الأكاديمي بشمل الطلاب الأكاديميين يلي بدون يحصلوا على منح دراسية ويحضروا برامج في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي يلي بتم تدرس فيها باللغة الإنجليزية فقط لذلك تحتاج إلى النوع الأكاديمي من الامتحان لو بدك تسجل باكالوريوس أو دراسات عليا بجميع المجالات تاني شي للتدريب العام شهادة التدريب العام تعتبر اختبار منيح نوع ما لو بدك تهاجر وتشتغل بدولة ناطقة باللغة الإنجليزية أو لو كنت عم تخطط تسجل بمدرسة ثانوية وكثير تشترط الحكومة في البلدان اللي بتحكي لغة الإنجليزية شهادة آيلس لو بدك تشتغل أو تدرس فيها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا وكندا وبتكون هالشهادة دليل على مقدرتك بتكلم اللغة الإنجليزية وأحلم من هيك حتى أن السكان الأصليين بيحتاجوها لو بدون يهاجروا لمكان تاني ناطق باللغة الإنجليزية وكثير أحيانا بيرسبو فيه ثالث شي شهادة الآنس لمهارات الحياتية لازم تنجح بهذا النوع من الاختبار لو كان عندك نية بالحصول على تأشير لتسافر لبريطانيا أو لو بدك تحصل على جنسيتها أو الإقامة الدامة لو الله أكرمك كمان وتمم عليك لتتزوج واحدة بريطانية هالامتحان بيقيس مهاراتك في التكلم والاستماع وكيف ممكن تتواصل مع الآخرين طريقة الامتحان ونظام النقاط فيه أنواع الامتحان الثلاثة إلها نفس النقاط وما في حد أدنى للنجاح بكل الأنواع الامتحان الثلاثة ويتم منح كل قسم من الاختبار الدرجة مهمة خلينا نبلش بأول شيء الاستماع اللي ممدته 30 دقيقة في أربع أقسام وبتتألف من 40 سؤال القراءة ممدته 60 دقيقة بين قسم إلى قسمين الكتابة مدته 60 دقيقة بين قسم إلى قسمين المحادثة مدته بين 11 إلى 14 دقيقة وبيشمل ثلاث أجزاء طبعا لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه ما في نجاح ورسوب بهذا الامتحان ولكن بتم تقييمك على أساس أدائك ومنحك درجة تصنيف هنا من واحد لتسعة يعني تأخذ 7 من تسعة 8 من تسعة 3 من تسعة 1 من تسعة خلينا نأخذ رقم واحد وهو غير ممارس 2 ممارس بشكل متقطع 3 ممارس بشكل محدود كتير 4 ممارس محدود 5 ممارس متواضع 6 ممارس كفو 7 ممارس جيد 8 ممارس جيد جدا 9 ممارس خبير عادة جامعات تطلب بين 6 و 7 وحسب الاختصاص طبعا تكلفة الامتحان تقريبا بتكلف بين 250 إلى 300 دولار وتختلف من مكان إلى آخر في كتير ناس تسألني ما هو الفرق بين الطافل و الآيلز وأيهما أفضل لحتى أشتغلوا؟ ما هو الفرق بناتهم بشكل عام؟ فعليا ما في فرق ولكن خلينا نحكي عن فرق الأساسية بين هذول الامتحانين بداية بناء الدرجات في اختبار الطافل مختلف عن مثيله في الآيلز فإختبار الآيلز بيكون تدريج من 1 إلى 9 كما حكينا قبل شوي في حين أن الطافل يعطي أرقام أكبر بيجمعها من الأقسام الأربع الامتحان اختلاف آخر جوهري أن اختبار المحادثة في الآيلز بيكون من خلال محادثة شفاهية حقيقية وجهاً لوجه بينك وبين الممتحان في حين أنه في اختبار الطافل بتم تسجيل المحادثة عبر المانغريفون تقييمها لاحقا وأيضا بالنسبة للطافل بيمكنك إجراء الاختبار كاملا عبر شبكة الانترنت وهو بالطبع الخياري اللي بيلقى إقبال كتير من الناس وصن الدوليين اختبار الآيلز أكتر شهرة في المملكة المتحدة وأوروبا مقارنة بالطافل اللي بيعتبر أكثر قبولا في أمريكا وكندا وأستراليا مع هيك فالعديد من الجمعات الدولية بتقبل الشهادتين ما عندي أي مشكلة فالهدف من كل الاختبارين واحد هو إثبات كفاءة الطالب اللغوية وقدرته على التأقلم مع الدراسة الإنجليزية والمجتمع الجامعي ويعتمد على اختبار الطالب بالأساس في وجهته الأساسية طبعا الطفل اللي بيعطيك الاختيار أنك تاخد الاختبار عبر الانترنت وبالتالي بيكون مناسب وسهل أكتر لبعض الناس يلي بيعيشوا في مناطق مختلفة حول العالم أنا ما بقدر بجاوبك عن هذا السؤال فلكل طالب قدرته الخاصة ونقاط قوته وضعفه وبالتالي فأن الفرق بين الآيلز والطفل بيكمون في منهجية الامتحان وليس مدى سهولته أو صعوبته هذا كان كل شيء لليوم أتمنى منكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من شيء لأخذنا ولا تنسوا تكون عملت لايك وسبسكرايب لخناتنا على يوتيوب حيث يوصل لكل شيء جديد نشوفكم في فيديو الجاية وأنا حسين الشيخ حسن Have a nice day